صرح المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن هناك توافقا على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي مؤكدا أن كثرة القضايا هي التي تؤدي لطول فترة الحبس الاحتياطي وشدد رشوان خلال مؤتمر صحفي على أن الإصلاح الهيكلي كفيل بعلاج بطء الإجراءات وحل المشكلة بقدر الإمكان الحبس الاحتياطي هو عموما زي ما محمود شرح بدقة من الدستور أو القوانين الموجودة إحنا من دولة 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 على الإصلاح هي كالية لأنه الموضوع مش موضوع قضايا رائع فقط في ناس بتحبس احتياطين في عضايا صغيرة وبيبقى من قسرة القضايا بيتصغرق وقت في الحبس الاحتياطي بدون ما يبقى يعني فيه بدل نهائي في شأنه وده أمر القانون بينظمه دولة على سنتين طيب السنتين دول بعدهم يحصل إيه؟ هل يجوز اتهامه في قضايا أخرى أثناء حبسه؟ هل بعد الإفراج عنه نهائيا وإخلاء زمته من أي قضية استحق التعويض؟ كل ده أمر مش هيعالج بقرار لأن إحنا عندنا عشرات النيابات اللي فيها مئات الأنواع من المحبوسين احتياطيا ما تحطش عينك على اللي انت شايفهم أن هما يهموك أو يهموني اللي احنا بنسميهم أضايا الرأي في طواقف أخرى من المصريين الاصلاح اللي هيكلي في القوانين والتشريعات وبالتالي الإجراءات ده كفيل بحل المشكلة بقدر الإمكان ترجمة نانسي قنقر